السلام عليكم أجمعين تجربتنا لهذا الأسبوع هي عبارة عن تكملة للتجربة اللي بلشناها الأسبوع الماضي بس بهذا الأسبوع راح نركز على البركتيكال بارت أو الكسبرمينتال بارت which was done by the TAs اللي هم شيما العدم وبيان عثمان هلأ من التايتل فهمنا أننا بنعمل quantitation for a certain analyte which is the CL minus by using precipitation reaction which means فعليا راح نستخدم precipitating reagent or precipitant واللي هو السلبر نيتريت to precipitate الانalyte واللي هو CL minus which was obtained by dissolving الانيه CL in this environment تمام طبعا في عنا أكتر من خطوات راح نتبعها خلال العمل من خلال الفيديوات راح تكون مرفقة مع هاي المحاضرة اللي راح تشوفوها بعد شوين فبارت وان من التجربة أو من الجزء العملي راح يتضمن the preparation of solutions اللي هم اللازمين العملية لPrecipitation which includes السلبر نيتريت تمام السكن سلوشن أو المين سلوشن for the analyte which is NACL which will be dissolved in distant water تمام فاصار في عنا هكتو two solutions بهاي الحالة then we're going to prepare the nitric acid اللي راح ينضاف على السلوشن of the analyte هلا based on the main reaction راح تعرف انو المول ratio أو السيكومتر ratio between الانalyte أو الاني سي ال أو السيلفر نيتريت مع Precipitate is one to one to one to one which means انو النمبر للسي ال ماينس هو نفس النمبر للأجي بلس هو نفس النمبر للأجي سي ال أو اللي حيتكون معنا هلا من اهم الخطوات في هاي التجربة انو احنا بدنا نضيف من حتى جس انو كل كمية الموجودة في المحلول واز Precipitate فعشان هيك راح ينضاف 10% ازيادة أو 10% excess of the silver nitrate تمام هلا الامانت of the silver nitrate which is required to precipitate all the CL minus was calculated تمام based on the main ratio زي ما حكينا is one to one فكيف بدنا نحسب عرض مولات الاني سي ال بحي الحالي حسبنا النمبر افموز للاني سي ال تمام which equals النمبر افموز للسي ال nitrate تمام which is required to precipitate all the CL minus هلا ال concentration the silver nitrate is known بس شو بدل اني احسب بهاي الحالي ال volume ال volume that is required to precipitate all the CL minus which in this case was calculated as 13.688 ملي litre بس زي ما حكينا we're going to prepare or to add 10 percent excess of the silver nitrate and this amount was calculated اللي هي فعليا تمثل ال original volume اللي حسب نا اللي هو 13.688 ملي plus 10 percent of this volume ف at the end the total amount with the 10 percent excess was calculated which appears on this slide and it is 15.05 68 ملي litre طبعا من الصعوبة اني اضيف هاي الكمية بالزبط فاحنا راح نضيف كمية تقريبية ال 15 ملي litre بتجربة اليوم gravimetric determination of chloride اول اشي راح نوزن NaCl بحدود 0.07 وال 0.08 0.08 بعدين راح نضيف وزنتنا بداخل كونيك الفلاسك ونضيف عليها الدستل ووتر 50 ml وال nitric acid 3 ml حسب ما مكتوب عنا في the procedure راح نسحب من nitric acid استخدام volumetric pipet 3 ml 1 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 ml الآن نبدأ بإضافة الاغن الثريق طبعا الهدف هنا ليس عملية الثايترة لكن استخدمنا بيوريت لهدف أن نأخذ الوليوم الحقيقي أو الوليوم الدقيق الاغن الثريق اللي منحتاج هذا بعد ما شفنا في بارت ون من التجربة اللي هو تضمن اللي هم ومن ثم راح نبلش بعد هيك عملية اضافة على على الاناليج سيليوشنز فبالتالي حيتكون في عندي الوائت بريسيبتايت اللي هو بتكون نتيجة اضافة السيلبر نايتريد على السيليوشن من السيال مينس لذا نجد نتعلم ونظر الوائت بريسيبتايت في هذه السيليوشن اللي هو نشوف لبعد ما عملنا تايتريشن باستخدام الاجيين او ثري درنا نحدد عن طريق الحسابات والكالكوليشنز كمية الفوليوم اللي لازم ننزلها بالضبط من الاجيين او ثري وبناء علي بعد ما وصلنا للاند بوينت تكون عنا الوائت بريسيبتايت اللي هو زي ما وانتو شايفين هون هذا الوائت بريسيبتايت راح نستخدمه راح نعمل له عن طريق الفلتريشن هلا بعد ما شفنا كيف تكون الوائت بريسيبتايت اللي هو الاجي سي ال او ثريق العملية الجزء اللي هو عملية الديجسيشن اللي هو عملية الديجسيشن وهذا الحكي بكون من خلال عملية اللي هو الهيتينج مع المكسينج بعد ذلك بعد ما تكون عند الراسب بحجم معين وحجم مناسب انه يكون سهل انه ينفصل هلا بيجى عملية السيباريشن أو الاسوليشن فعلق المنطقة من السوبرنيتان فعشان هيك رح نتبع عملية فلتريشن اللي هو كلاسيكا أو جرافيتا فلتريشن تمام فوره يسابق المنطقة وزي ما حكينا احنا مستخدم النيترق أسد او حتى نتخلص من اي سلبر اي اي اون خلينا نشوف حتى تثبت الفلتر بايبر عملنا رينزينج البستلت ووتر بعدها بدنا نصب السوديوشن تانا اللي فيه الويت فرسبيتايت اذا بعد التفلتراتي الى الامر منيجي الى الخطوة اللي بعين هيك واللي هي عملية لدرايينج هلا زي ما احنا شايفين في الصور عنا هون اتشوز 2 اميجز فرسبيتايت بس 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 حتى نحصل على وزنة اللي هي الـ dry sample with the filter paper لازم نطرح طبعا الـ weight أو الـ mass للـ filter paper حتى نحصل بالنهاية على الـ amount أو الـ weight or exact weight of the precipitate واللي هو الـ AGCL منيجي لمرحلة الـ calculations فمثل ما شفنا سجلنا في البداية الـ mass of the NACL which is 0.80 g وبعد ما عملنا عملية الـ precipitation وحصلنا على الـ final precipitate the dry final precipitate and we found and recorded the mass of AGCL as 0.231 g منيجي للخطوة الأهم واللي هي how to calculate the mass of CL- تمام؟ الآن based on the reaction اللي ناقشنا بهاي التجربة واللي هو الـ main reaction for this experiment AG plus plus CL minus produces AGCL which means أنه every one mole of AG plus requires one mole of CL minus to react completely تمام؟ فشلو ي produce one mole of the precipitate ولا هو الـ AGCL فبهاي الحالة we can assume أنه number of moles of AGCL للPrecipitate equals the number of moles للCL هلا الماس للـ AGCL is recorded وحسبناها تمام؟ الملكة ويت للـ AGCL is known الـ atomic weight للـ CL is known شو بضل عندي مجهول بهاي الحالة؟ only the mass of their CL هلا once we calculate the amount of CL it was found to be 0.0570570 grams based on the masses that we got in this experiment الخطوة اللي بعد هيك we have to calculate the weight percent of CL in the original sample تمام؟ اللي هي الماس of an ACL so by dividing 0.057057 divided by 0.80 grams multiplied by 100% it was found in the weight percent of CL equals 7.13% now the final step would be writing the report هلا يفترض ان we have to perform this experiment in triplicates which means we have to record and weigh three different masses of an ACL and perform the experiment for each mass individually فحنحصل بالنهاية على three different masses for the precipitate اللي هو AGCL ومن ثم راح نحسب الماس of the CL in each precipitate تمام؟ and then calculate the percent of CL- in each precipitate بس since انه احنا مش في المختبر حاليا فشو راح نساوي each section will be given hypothetical values for the masses of an ACL and will be given also hypothetical masses of AGCL اللي هو precipitate وبناء على الماسس اللي راح تُعطى لكل شعبة each student will be required to write a report based on these masses يعني راح نعطي كل شعبة تلات قيم مختلفة للماس of NACL ومن ثم تلات قيم مختلفة للبريسبitate اللي هو AGCL طبعا لازم كل طالب يكتب report بهاي الحالة individually على أشخاص التانيين فأول خطوة شو راح نساوي بس after we record the mass of the NACL we have to calculate the volume of silver nitrate that is required to precipitate CL- ثم we have to calculate the 10% of the silver nitrate that is excess نحسب 10% زيادة من الvolume اللي حسبنا من السلبر nitrate اللي بلزمنا حتى نرسب كل CL- ثم وكما حكينا كل سكشن راح يضع من السلبر نضيف المنزل الزيادة حتى نحسب المنزل المنزل that has to be added to the solution of CL minus اللي هو بيحتوي على الكمية الفعلية اللازمة من السلبر نايتريت حتى اترسب كل CL minus بالإضافة للعشرة بالمئة زيادة تمام؟ وهنا زي ما حكينا كل سكشن راح يعطى three different masses of the precipitate واللي هو AGCL وبناء على الكالكوليشنز اللي تم شرحها راح نحسب الماس of the CL minus in each precipitate ومن ثم بدنا نحسب الweight percent to CL minus بالنسبة للوريجينل mass of the NECL زي ما حكينا الweight percent for a certain component equals الماس of the component divided by total mass ضرب مية في المية يعني بدنا نقسم الماس للCL على الماس للنهي CL ضرب مية في المية حتى نحسب الweight percent to CL minus in the ensemble ومن ثم بدنا نضيف الكالكوليشنز للرزلس اللي عنا الستاتيستيكس ما اتوقع انو نطلوها منكم بس انو في حال انو عملتو الكالكوليشنز لازم تنضاف على هذا الشيت حتى اتوضحوا انو كل طالب كيف حصل الداتا تابعته او الريزلس بتكونوا موضحة عندي هون بالنكس بيج هلأ في عنا problem بهذا الريبورت لازم الكل يحلها ال problem states انو in the precipitation of CL minus as AGCL by addition of AGNO3 اللي هو ال precipitating reagent مطلوب منه انو نحدد مطلوب من كل طالب انو يحدد what type of effect is introduced to the final mass of precipitate اللي هو ال AGCL in the following cases مطلوب مني او منكم انتو فعليا انو نحدد شو تأثير الظواهر او العامل التالية على الوزن النهائية او الكتلة النهائية للراسب فعلى سبيل مثال the precipitate is soluble during the washing process يعني انو الراسب اللي عندنا هون كان بذوب خلال عملية الواشنغ فهل هذا العامل اللي عندي هون او هل هاي الظاهرة فعليا اذا تمت هل هتأدي الى انو increase the final mass of the precipitate هتأدي الى زيادة وزن ال AGCL هتعمل انو اتقلل من وزنة ال AGCL او ما حيكون لها تأثير which means no effect فلازم نحل كل الظواهر او العامل اللي عندي هون نشوف شو تأثيرها على the final mass of the AGCL تمام؟ و this is it ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته